اشتركوا في القناة من فريق الاتحاد المغربي للشغل في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2020 باعتباره أهم قانون يرخص لتنفيذ السياسات العمومية للسنة الموالية ولقد كان منطلق مناقشتنا لهذا القانون هو أول بيان أصدره الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955 الذي يحدد فيه توابث ومبادئ منظمة الاتحاد المغربي للشغل فمن بين هذه التوابث هناك الحق في العمل وهذا ما لم ننسوه في مشروع القانون المالية لا زال الشباب يعانون من العطلة ويفضلون قوارب الموت القضاء على البطالة نسبة البطالة في المغرب لا زال تفوق 10% من فئة النشطة الضمال الجماعي نسبة الحماية الجماعية في المغرب لما تستعدى 60% عقود الجماعية وهنا نعني بها المفاوضات الجماعية التي هي السبيل الوحيد لاستثباب الأمن الجماعي في المغرب وأنتم تعرفون الحوار الجماعي الذي تعطل منذ 8 سنوات في ظل حكم هذه الحكومة توزيع خيرات البلاد توزيع عادل وهو ما تعانيه المنظومة الضاربية وهذا ما جاء خلال مناظرات الوطنية الثالثة الجباية احترام حقوق الإنسان لا زينا نصبه وانطباح لدولة الحق والقانون نظام ديمقراطي سنظل نناضل في الاتحاد المغربي للشغل إلى حين تحقيق ديمقراطية حقيقية في المغرب هذه هي التوابس أو المبادئ التمانية الاتحاد المغربي للشغل التي اصدرها في 20 مارس 1955 لم نلمسها في سنة 2000 في ميزانية 2020 يعني 64 سنة والتحاد المغربي للشغل يناضل من أجل تحقيق هذه المبادئ يأتي مشروع القانون المالي سنة 2020 في سياق سياسي واقتصادي والجتماعي يطبعه أولا تفاقم الأوضاع الاقتصادية والجتماعية وتدور القدرة الشرائية لعموم المواطنين رغم المجهودات المبدولة التي نمتجب إلا جزئيا على المطالب الاجتماعية ثانيا تراجع الحريات والحقوق المضمونة دستوريا وفي التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها الحريات النقابية في ظل استمرار الانتهاكات والهجوم الممنهج على الحقوق الأساسية للعاملات والعمال بل وشريدهم بالمئات والطرد والمتابعة القضائية للممتلين نقابيين ثالثا التصريح والاعتراف الرسمي بفشل نموذج التنموي الحالي وضرورة إعادة النظر في الأولويات والوقوف بالملموس على أنه لا تنمية ولا تقدم في غياب الأركان المؤسسة للعدالة الاجتماعية وإخراج الأغلبية الصاحقة من مكونات الشعب المغربي من الهشاسة والفقر رابعا نعقاد المناظر الوطنية للجبايات التي كنا ننتظر منها إرصاع الأسس والمبادئ الرئيسية والفلسفة العامة للإصلاح الجبائي في أفق إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات يشجع على خلق فرص شغل لائق ويرتكز على التوزيع العادل للتكاليف العامة التي تتطلبها التنمية الشاملة والمستدامة إن على مستوى المجال أو الإنسان فمن الملاحظة الأولية على مشروع قانون المالية لسنة 2020 كنا نتطلع إلى نقاش مشروع قانون المالية لترصيخ المسار الديمقراطي ولتكريش المنهجية التشاركية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية لمجتمعنا فعي وضع أن نناقش الخلفيات الاستراتيجية للسياسات العمومية ومدى نجاعتها في تحقيق النمو المنشود والرفاة للشعب المغربي أصبحنا نتبارى ونهضر الزمن على سياغة وتقديم تعديلات تقنية شكلية لا يقبل منها إلا جزء يسير منها فيما يخص المرجعية القانونية والسياسية لمشروع قانون المالية 2020 كان لزاماً على الحكومة أن تعدى المشروع على دوق القانون الإطار للجبايات الذي لازلنا في قبة البرلمان ننتظر اعتماده ما ينم عن تباطئ وتلك الحكومة في تثبيت وتكريس لبعد المؤسسات والقانون المؤطر للجهاز التنفيذي وكأن هذا السلوك مقصود لتمرير العديد من الإجراءات الضريبية التي كان من المفروض أن تحظى بتأطير القانون دائماً في إطار المرجعي الدستورية والقانونية لمشروع الميزانية نتسأل سيد الرئيس كيف تم ترحيل مسألة الحجز على ممتلكات الدولة للمرة الثانية إلى مشروع قانون المالية في المادة السعود في الوقت الذي كان الأجلاء أن تحظى هذه الإشكالية بالوقت الكافي من النقاش والترافع بالمؤسسات الدستورية في إطار تعديل قانون المسترى المدنية أليس في ذلك نية مبيتة للحكومة للجريد البرلمانيين بطرق ملتوية من ممارسة حقهم التشريعي أما على المستوى المرجعي الفكرية والإديولوجية التي تؤثر المشروع فهي إشكالية في حديدتها فالسياسات العمومية أنبرت منذ اجتياح تقويم الهيكل للحق الاجتماعي وما ترتبع عن هذا اجتياح من تفقير وهشاشة وتفكيك للمنظومتين التعليمية والصحية والمساس بالحقوق الأساسية للشغيلة بهدف تحرير الاقتصاد من خلال مصطول حالية تحرير الأسواق الأربع المبرمجة حيث تم تحرير في الأول سوقين وهما سوق السلع والخدمات والسوق المالي والبنكي ومع مطلع سنة 2018 أطلق مسرسل تحرير السوق الثالثة وهي سوق الصرف على مراحل وذلك بتعويم متحكم فيه للدرهم والآن الحكومة يهندس لتحرير السوق الرابعة وهي سوق الشغل تماثيا وتناغما مع التزامات الدولة الخارجية حتى لا نقول توجهات المؤسسات المالية الدولية ومحاباتا لأرباب العمل من خلال نية الحكومة في مراجعة مدونة الشغل وبالتالي طرد المرونة ونجدد بالمناسبة موقفنا في الاتحاد المغربي للشغل من هذا التحرير الذي نرفضه رفضا تاما حيث لن يزيد الأوضاع إلا تفاقوا معه فضعف إنتاز التروى والتوجيع غير العادي لها سواء على المستوى الجماعي أو المجالي الذي أدى للشعور عند السواد الأعظم من المجتمع بالإجحاف والغبن والإحباط مرضه بالأساس إلى هذه السياسات وما مشاريع القوانين المالية للعشرين سنة الفارطة إلا تكريس لهذه السياسات وترجم لها في الملموس ومما يحز في النفس أن هذه السياسات دفعت بالدولة إلى التخلي عن مهمها سواء الهيكلية منها أو المرحلية فتخاذلت في تتبيت منظومة تعليمية بوطيرة واحدة وأهداف واحدة لكل طبقات المجتمع المغربي وبجودة عالية وبذلك أهملت هذا القطاع الذي يعد كمصعد اجتماعي وتقعست عن القيام بإصلاح المنظومة الصحية وتوسيع وضمان الحرية الفرضية منها الجماعية والنقابية كما أن تخليها عن دورها كقاطر اقتصادية بدل تجديده واجعله أكثر نجاعة وفعالية التجأت إلى الخوصة في المطلق مما حدى من الدينامية الاقتصادية وساعد على توسيع رقعة الريع وتفشي الرشوة والفساد أما فيما يخص العولويات التي جاء بها المشروع فتعدد العولويات كما جاء في المشروع ما هو إلا عبارة عن ضر الرماد في العيون وتحوي الأنظار عن الهاجس الذي تحكم في سياغة المشروع هذا والمتمثل في التوازنات المكر اقتصادية فبالنظر إلى الموارد الميزانية المحدودة فتوجيعها على أولويات متعددة يجعل حصص المرصودة لكل أولويات لا يساوي شيئاً أمام العز الاجتماعي والاستثماري المتفاق فما رصد لقطاعي التعليم ومع ما يرصد القطاعات الاجتماعية كاستثمار في الإنسان وما دامت تجنحه إلى اعتباره ككلفة وهذا ما جاء على لسان رئيس الحكومة فإنها ستفوت على المغرب ولوج مجتمع المعرفة لتحكم عليه بالبقاء على هامش المجتمع الدولي ولتضيع عليه فرصة تموقع داخل النظام الدولي الجديد الذي هو الآن في طور تشكل وهي نفس الفلسفة التي تحكمت في إصلاح نظام التقاعد خارج الحوار الاجتماعي وخارج الإطار المؤسسة وإذ لا يجادل أحد في ضرورة ترشيد النفقات لكن على أساس الاتزام بإنفهوم ومضمون الترشيد كما هو متعرف عليه فكان على الحكومة أن تستنفر قواها للتصدي للفساد والرشوة والتبديل وما يصاحب كل هذا من توسيع وجدير للره ولا أن تفرغ الترشيد من مضمونه لجعله مراضي في الهشاشة والتفقير بينما تستفيد الفئات الميسورة من أريحية وسخاء الدولة من خلال إعفاءات ضريبية وتخفيض ضريبة على الشركات والعفو الضريبي فإذا كنا في الاتحاد المغربي للشغل نولي أهمية خاصة لهذه التوازنات فهذا لا يعني إغفالنا للتوازنات المكر اقتصادية بل بالعكس إن ما نسعى إليه هو إيجاد الصيغة الملائمة للجمع بين التوازنات الاجتماعية والمحاسبية مع إعطاء الأفضلية للتوازنات الاجتماعية لأنها شرط ضروري لإبقاء التماسك الاجتماعي والوطني والحفاظ على الاستقرار فقد كنا ننتظر في الاتحاد المغربي للشغل لاستجابة لانتظارات المواطنين من خلال وضع حد للإجهاج على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وبالأخص طبق الوسطى المشكلة أساسا من الموظفين وأزراء القطاع الخاص عبر تحسن الدخل بالتخفيض من الضريبة على الدخل وإعادة النظر في أشطورها في إطار الإنصاف وتحقيق العدالة الضريبية علما أن 74% من هذه الضريبة يؤدها الأجراء تلقائية إلا أننا فوجئنا بخيبة أمل وغياب أي إشارة في التزامات الحكومة بتخفيض تدريجي لهذه الضريبة موازاة مع تحسين الموارد في الوقت الذي تبرئ فيه دم فئة من الملزمين الميسورين الخارجين عن إطار القانون فما معنى أن تكيل الحكومة بمكيالين أصبح القانون يؤسس لمبدأ حلال عليهم وحرام علينا إننا في الاتحاد المغربي للشغل نشجب مثل هذا التوجه الذي تحاول الحكومة من خلال إقناعنا بكون إجراء استثنائيا والحال أنه سبق أن اعتمد في ميزانية 2014 وليس هناك أي ضمان بعدم تبنيه مستقبل سيد الرئيس من خلال استقرائنا لمشروع القانون المالي 2020 توصلنا إلى استنتاجات التالية على ضوء مشروع القانون المالي باعتباره أهم وسيلة لتنزيل مضامي للبرنامج الحكومي لمدة سنة فالبرنامج المصرح به لنيل ثقة البرلمان والذي صادق عليه هذا الأخير هو غير البرنامج الذي أنبرت الحكومة إلى إنجازه وهذا ما يطرح إشكالا دستوريا حيث كان على الحكومة أن تحين برنامجها وتعتمد صيغة دستورية لتتزاوج هذا الإشكال إن مشروع القانون المالي لم يستطع تقديم أي إجابات أو اجتهادات بديلة لإنعاش المالية العمومية من أجل التقليص من المديونية مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ الإملاءات المفروضة من الخارج والتي لا زالت متحكمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي الوطني ممن عاكس وإنعاكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة وكافة جماعير الشعب المغربي ولعل الاستمرار في هذا الاختيار يرهن حاضر ومسقب المغرب كما يؤكد مشروع القانون المالي من جديد عزل الحكومة على وضع استراتيجية وطنية واضحة لإدماج الاقتصاد الغير المهيكل وتدبير عقلاني وشفاف للمالية العمومية وامتلاك الإرادة السياسية الحازمة لمحاربة الفساد بل عوض ذلك تنهز سياسة تقشفية تضرب في العمق الخدمة العمومية والقطاعات الاجتماعية الاستراتيجية وفي مقدمة التعليم والصحة شكرا ترجمة نانسي قنقر